وسلسل عافق الخاطر الحلقة الأولى بتبدأ الحلقة مبارك اللي دايماً بيسافر عشان شغله وكان واخد معاه مراته أمينة وأولاده الثلاثة بنات منيرة فاطمة وندى بعد كده بتروح أمينة تشتكل موتها من جزها وإنه دايماً بيسافر وإنها خايفة يكون متجوز عليها أو بيعرف بنات من بنات إبليس لكن أمها بتقول لها تعوزي بالله من الشيطان الرجيم وعيشي وسكوتي لكنها ما كانتش طائقة وموضوع كل يوم يسافر ده بعد كده بتروح لأم عباس دي واحدة خادمة بتاعتها وبتقعد معاها بسمة بتطلع تحرجها وتقول لها إن شكلك وحش جداً فطبعاً أم عباس بتهزأ أختها بسمة وبتدخل طبعاً من الأوضة وبتبقى متضايقة جداً من أمينة وبتكرهها من غير ما تعمل لها حاجة أما مبارك فبيجي بيقول لمراته إنه مسافر لكنها بتقول لها أنت لسه راجع مبارحة لسه حسافر قال لها أيها حسافر وشغل وانت ملكيش دعوة لكنها قالت إن الموضوع زاد عن حده وإنها ما بقيش تستحمل العيشة دي يوم معاها وعشرة لأ أسبوع معاها وشهر لأ علشان كده ضربها بالقلم لما علصتها وقالت للبنات تدخلق ضدك وقالت ما ينفعش تضربني قدام الأولاد بعد كده بتروح تشتكل مامتها وعايزة تتطلب لكن مامتها بتقول لها وبتصبرها وبتقول لها تستحمل واستحملت أمينة وعاشت وبقت تطبخ وفي نفس الوقت تشتغل خياطة علشان خاطر تسلي نفسها وكمان تجيب فلوس وكان جزء بيوحشها كانت دايما تبص في صورته والبنات كانوا دايما معاها وأمه عباس كانت دايما معاها وكانت بتقول لها جزء بيغيب عنك كتير المفروض تضع حد للموضوع ده بعد كده منلاقي ان مبارك راجع من السفر وبيشوف بنت حلوة نازلة من عنده من البناية وبيسألها انت مين قالت انها بسمة أخت أم عباس طبعا كان شايفها حلوة قوي ومبهور بها جدا أما أمينة كل ما تتدايق كانت بتروح عند البحر تشكي همومها لي منلاقي بعد كده ان أمينة كانت حامل ويجوزها بيرجع من السفر وبيشوف بسمة عندها كالعادة وبيبص لها كده بصات غريبة لكن أمينة طبعا مش حاسة بأي حاجة يعيني ومتضيقة جدا من سفر جزء ممتها تعبانة وبتروح تزورها هي والبنات أما بالنسبة لأم عباس فبتقعد تتكلم مع بسمة بتقول لها أنا مسافرة ومش عايزك تعملي أي حاجة وحشة وخدي بالك من أمينة بعد كده منلاقي أم عباس رايحة الأمينة تقعد معا وتتكلم وتقول لها ان في واحدة صاحبة بسمة عايزة تفصل في استنعرس وطبعا فضلت يعيني تفصله لها أم عباس مسافرة وبتقول بسمة خد بالك من أمينة ولو بنتزها يروحي عندها وطبعا الفستان اللي كانت طلبة بسمة من أمينة عشان تعمله لها كان فستان عرصها هي لكن كان بتقول ان ده عرص واحدة صاحبتها وأمينة فضلت تشتغل عليه من غير ما تعرف ان الفستان ده حيروح في الآخر لمراض جزها أم عباس بتسافر وبتوصي بسمة على نفسها وبتمشي وطبعا مبارك كمان في نفس الوقت بيسافر وبيسيب مراضه حامل وبيروح وبعد كده بتروح طبعا تقعد مع أمها التعبانة بيروح بعد كده البسمة يتكلم معاها بتقول له خطبني من عمي وأنا موافقة على الجواز بعد كده بتتمت تحضيرات العرص وبتبقى في الأول خايفة جدا لكن بعد كده طبعا الفستان اللي عملته لها أمينة ده اللي هي بتلبسه في يوم الفرح بتاعها وطبعا كان احتفال في نفس الشقة اللي هي عايشة فيها وطبعا كل ده وأختها أم عباس ما كانتش تعرف وكانت مسافرة وما تعرفش أي حاجة بعد ما بترجع بتلاقي في حاجات غريبة بتحصل في البيت وبتدخل طبعا وبتتفاجئ وبتقول في إيه بالزبط بتدخل وبتلاقي أختها بسمة بتتجوز مبارك جوز صحبتها أمينة بتتضايق جدا وبتقولها أنت مش أختي وأنا معرفكيش واللي انت بتعمليه ده وانت خينة وبتعلي صوتها وبتزعق وطبعا بتسمع أمينة الصوت وبتخش طبعا تشوف في إيه بالزبط لكن بتلاقي العرس ده وجوزها بتجوز غيرها بتجوز بسمة وبتعتزلها أم عباس وبتقول لها والله أنا مليز زنب دي مش أختي أنا مش عايز أعرفها تاني طبعا بتصدم أمينة وبتتكلم معايا وبتقولها عملت لك إيه عشان تسيبني وتروح تتجوز علي أنا كنت دايما معاك وكنت عيدالك سوابع العشرة شمع وفي الآخر خالص تتجوز علي وبتحزبن عليه وبتبقى منهارة جدا وبتسيب المكان وبتخرج أم عباس بتخرج معاها وبتلاقيها منهارة جدا وقعدة في الأرض بتعيط وكمان بطنها قدامها وحامل بتروح تولد وبتجيب حصة وعيسة توقم بعد كده بتبسيها أم عباس وبتقول لها معلش دي مش أختي أنا مش عايز أعرفها تاني بتروح بعد كده على البيت بحصة وعيسة وهم صغيرين في اللفة بتلاقي أولادها التلاتة بيعيطوا بتستغرب جدا بتقول في إيه بالزبط لكنها بتدخل على أمها ويتلاقيها متوفية وبتزعل عليها جدا وبتعيط والحلقة الأولى كده بتخلص وده كان ملخص الحلقة الأولى ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد أشوفكوا على خير باي باي